موسيقى الله يا الله الله يا الله الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول الحديث الثاني من باب النسبة من كتاب الكافي الشريف سأل الراوي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن تفسير سورة التوحيد فالإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بإجابة شافية وافية وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام هذا المقطع يتضمن توضيح الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية إن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه مريد والإرادة من صفات الفعل كما سيأتي في باب مفصل منعقد لهذا الأمر هذه الإرادة قد تتعلق بوجود الأشياء فتسمى إرادة تكوينية يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يتحقق شيء أو يريد أن لا يتحقق ذلك الشيء فالمراد يتحقق حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كم فيكون ليست إرادته التكوينية كإراداتنا حيث نريد شيئا ولا يتحقق ذلك الشيء لعجزنا عن الوصول إلى ذلك الشيء أو لوجود موانع أقوى منا أو لانصرافنا الإنسان بعض الأحيان يريد شيئا ويتجه نحو ذلك الشيء لكن يجد مانع أمامه ولا يتمكن من إزالة ذلك المانع أو يريد شيئا ويتحرك نحو ذلك الشيء فيرى نفسه قد أخطأ أو أنه ينصرف وهذا بسبب عجز الإنسان أو بسبب الجهل والله سبحانه وتعالى صمت السيد المقصود إليه في الحوائج كلها فليس بعاجز ولا بجاهل فلذا إذا أراد شيئا بأن يتحقق ذلك الشيء تحقق وإذا أراد إعدام شيئا ذلك الشيء يعدم فورا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه الإرادة التكوينية يعني الإرادة تعلقت بوجود شيئا أو عدم وجوده وهناك إرادة تشريعية الإرادة التشريعية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد تشريع حكم من الأحكام يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرع وجوب الصلاة بمجرد أن يريد هذا التشريع يتحقق هذا التشريع الصلاة تكون واجبة الله سبحانه وتعالى أراد تحريم الخمر والخنزير بمجرد أن أراد حرمتهما يتحقق التشريع يصدر الحكم التشريعي بحرمتهما فإذن سواء في الإرادة التشريعية أم في الإرادة التكوينية المراد لا يتخلف بمجرد أن يريد الله سبحانه وتعالى وجودا أو يريد حكما يتحقق ذلك الوجود في التكوينية ويتحقق ذلك الحكم في التشريعية إذن لماذا نجد كثير من الناس يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى فلا يطيعونه إما أن يتركوا الواجبات أو أن يفعلوا بالمحرمات إما عمدا أو جهلا مع أن الله سبحانه وتعالى ما أراد المحرمات مع أنه أراد الواجبات لماذا الناس يخالفون؟ الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى إرادته التشريعية كانت في صدور الحكم وقد صدر الحكم ولم تكن إرادته التشريعية والتكوينية في إكراه الناس على امتثال ذلك الحكم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا أراد أن يكون الإنسان مختارا لذلك الإنسان مختار يمكنه أن يطيع ويمكنه أن لا يطيع فيعصي هذه إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية في أن يخلق الإنسان مختارا فتحققت هذه الإرادة فوجد الإنسان مختارا ولم تكن إرادته التكوينية إكراه هذا الإنسان على الامتثال والإطاعة ولذلك إذا الإنسان خالف أوامر الله سبحانه وتعالى هذه المخالفة ليست مخالفة لإرادة الله لأن الله سبحانه وتعالى بالأساس ما كانت إرادته إكراه هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى إرادته التكوينية أن يكون الإنسان مختارا فهذه الإرادة تحققت لذلك الإنسان مختار وإرادته التشريعية في صدور حكم وتكليف وجوبي أو تحريمي وهذه الإرادة تحققت فهل أراد الله سبحانه وتعالى إكراه هذا الإنسان كلا فإذا لا فرق في حقيقة الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية إلا في المراد ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أراد الوجود تحقق الوجود أراد الحكم تحقق الحكم إذن هذه الإرادة تكوينية كانت أم تشريعية لا تنفك عن المراد أبدا وليست هذه الإرادة اعتباط وليست هذه الإرادة عبث وإنما الله سبحانه وتعالى حكيم ولذلك إرادته متطابقة مع حكمته لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تناقض بينها أما صفاته الذاتية فهي عين ذاته لا اختلاف بينها وبينه وأما صفات الفعل فمن شأها علمه وقدرته واختياره فلذلك هذه الصفات لا تناقض بينها ولا تضارب إرادة الله التكوينية والتشريعية هذه من صفات الله سبحانه وتعالى هل تتنافى هذه الإرادة مع علمه؟ لا لأن هذه الإرادة من شأها علمه هل تتنافى هذه الإرادة مع قدرته؟ لا لأن الله سبحانه وتعالى قادر على التكوين وعلى التشريع وهذه الإرادة من شأها؟ قدرته هل هذه الإرادة تتنافى مع اختياره؟ كلا بل الاختيار من شأ لهذه الصفات هل هذه الإرادة تتنافى مع حكمته والحكمة؟ هي علم الله سبحانه وتعالى لأن الحكمة هي العلم بوضع الأشياء في مواضعها والله سبحانه وتعالى حكيم فليست بين إرادته وحكمته اختلاف ولذلك إرادته تكون متطابقة مع حكمته كاملا لأن الحكمة هي المنشأ إذن لماذا الله سبحانه وتعالى أراد إرادة كوينية؟ لحكمة في ذلك لماذا شرع الأحكام أيضا لحكمة في هذا التشريع؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على الإيمان؟ الله كان يتمكن من إكراه الناس على الإيمان إكراها تكوينيا بحيث لا يتمكن أحد من العصيان ولا يتمكن أحد من ترك واجب أو فعل محرم كما أن الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته التكوينية أن تكون هناك قوانين تسير الجمادات ضمن هذه القوانين لذلك هذا الكون لا خطأ فيه تعبير أحد العلماء الكون معصوم لا خطأ فيه الشمس والقمر وحركتهما وحركة النجوم والقوانين الفيزيائية الحاكمة في هذا الكون لا يوجد هناك تخلف وتغير واستثناء كل الموجودات الكونية تسير ضمن قانون ثابت فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين يعني السماوات والأرض قالت أتينا طائعين يعني هي محكومة بقوانين لا تتخلف أما بالنسبة للإنسان الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يكون هذا الإنسان مختارا ولكن لطف الله وحكمته اقتضت بأن يشرع قوانين للإنسان ليبين له طريق الصواب فالإنسان بعمله بطريق الصواب يتكامل وإذا خالف الله سبحانه وتعالى لا يمنعه عن ذلك ولكن يعاقبه على مخالفته ويثيبه على طاعته فأجل الحساب إلى يوم الحساب كما قال سبحانه وتعالى وإذا الرسل أقتت يعني جعل لها وقتا لأي يوم أجلت ليوم الفاصل يوم الحكم حيث يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات فإذا الإمام عليه الصلاة والسلام في تفسير سورة التوحيد في تفسير هذا المقطع الله الصمد يذكر الإرادة التكوينية والتشريعية بهذه التعبيرات ولا لإرادته فاصل يعني لا يوجد لإرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية فاصل يعني مانع لا يتمكن شيء من منع إرادة الله التكوينية إطلاقاً وفاصله جزاء يعني الله سبحانه وتعالى حينما يحكم ويريد إرادة تشريعية إرادته التشريعية في صدور الحكم والحكم يصدر ولكن هذا الحكم له ضمانات إجرائية لتقريب الناس لهذا الحكم والضمان شنو هو يوم الجزاء يوم القيامة ولذلك يقول وفصله جزاء يعني الله سبحانه وتعالى في الإرادة التشريعية يتحقق مراده في صدور الحكم الشرعي وليست إرادته جبر الناس على الالتزام بالحكم لكنه يجازي المطيع بالثواب والعاصي بالعقاب وبالنسبة إلى يوم الجزاء يوم القيامة يدل عليها العقل والنقل أما العقل فإن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر العباد إذا لم يكن هناك يوم جزاء يوم فصل فإنه أكثر الناس سوف لا يطيعون الآن كثير من المتدينين إذا علموا بأنه لا جزاء لا يوجد هناك وازع للإطاعة والذي يطيع لأنه يجد الله لأنه يجد الله سبحانه وتعالى أهلا للإطاعة فهذا القليل جدا خواص الخواص كما يقول أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة فاعبادة فاعبدتك أنت المنعم عليه فمن حقك أن أعبدك ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس ليسوا طمعا في الثواب فعبادتهم عبادة التجار طبعا الإطاعة خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب لا بعس بها لكن الدرجة الأعلى هي العبادة لأن الله سبحانه وتعالى أهل العبادة هذا أولا ثم إن هناك مظالم بين العباد ومن عدل الله سبحانه وتعالى هو الاقتصاص للمظلوم من الظالم وهذه الدنيا أضيق من أن يتمكن كل مظلوم أن يقتص من كل ظالم نحن نجد بعض الحكام الظلمة قتلوا ملايين الناس ونهبوا الأموال وأبطلوا الأحكام وخالفوا وفعلوا 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 لسنوات طوال ثم أفلتوا من العقاب مات حدث أنفه أو حتى إذا أعتقل وسجن أو أعدم هل ساجن وإعدام هو يقابل جرائمه الملايين والمليارات كلا فلذلك بحكم العقل لا بد أن يكون هناك يوم ينتصف له ينتصف فيه للمظلوم من الظالم فإذا ولا لإرادته فصل يعني ليس لإرادته التكوينية مانع لأن الله صمد وفصله جزاء يعني إرادته التشريعية صدور الحكم فيجاز الله سبحانه وتعالى هكذا إرادته أي يجاز المطيع ويعاقب العاصي وليس إرادته الإكراه وأمره واقع يعني في الإرادة التكوينية ما أراده يقع في الإرادة التشريعية ما أراده يقع ولكن ما هو المراد الذي هو يقع هل هو الوجود أو هو الحكم ثم هو الجزاء فلذلك حقيقة الإرادة التكوينية وحقيقة الإرادة التشريعية لا اختلاف بينهما وإنما الإختلاف في المراد وليس في نفس الإرادة وإنما إرادته لا تتخلف عن مراده أصلا إلى هنا الإمام عليه الصلاة والسلام ينتهي من تفسير الله الصمد بعد ذلك يفسر قوله تعالى لم يلد ولم يولد يقول لم يلد فيورث لم يلد يعني لم ينفصل بالولادة عنه شيء لأن الولادة شنو هي نقول فلان ولد فلانة ولدت يعني انفصل عن الأب شيء وصار الولد وانفصل عن الأم شيء صار الولد الله سبحانه وتعالى لم ينفصل عنه شيء لكي يكون ذلك الشيء وارثا له لأنه الذي يلد هو الجسم والجسم لا دوام فيه ولذلك يتغير هذا الكون كون التشكل والفساد يعبرون عنه بالكون والفساد يتشكل فيفسد حتى الإنسان يولد يكبر يموت يتحلل يرجع ترابا كما كان ترابا إذا الله سبحانه وتعالى كان يلد يعني ينفصل عنه شيء فهو ذو أجزاء فهو مركب فهو جسم فلذلك يجوز عليه الموت فيموت فيرثه غيره وليس الله سبحانه وتعالى هكذا الله ليس بالجسم بل هو خالق الأجسام الله سبحانه وتعالى ليس له أجزاء بل هو خالق الأجزاء فلذلك لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك الله سبحانه وتعالى لم يولد يعني ليس له أب لأنه لو كان له أب فمعنى ذلك أنه لم يكن وكان الأب موجودا حيث لم يكن الأب موجودا فذاك يكون الرب وهذا الأبن يكون له شريك لأن الأبناء يشبهون أباءهم عادة الأبن قبل أن يرث أموال أبيه فإنه يرث صفات أبيه فلذلك هل الله سبحانه وتعالى مولود الجواب كلا لأنه لو كان مولودا معنى ذلك أنه لم يكن موجودا ثم وجد والشيء اللي لم يكن موجود ثم وجد فهو مخلوق والذي كان قبله كان قبله موجودا يكون ذاك هو الرب فإذا هذا كان أيضا رب يكون شريك له وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك ونحن ذكرنا في بحوث ماضية استحالة وجود الشريك لله سبحانه وتعالى ببراهين عدة نقلناها من الأئمة في هذا الكتاب الشريف كتاب الكافي ولم يكن له كفوا أحد الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وليس له نظير هذا بالنسبة إلى هذا الحديث فتلخص أن هذا الحديث الثاني الذي في هذا الحديث تفسير لسورة التوحيد الإمام الإمام عليه الصلاة والسلام في عدة مقاطع يبين ويفسر هذه السورة الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من جسم وروح حتى يحتاج إلى الجسم أو يحتاج إلى الروح لأنه لو كان كذلك كان محتاجا والله أحد ليس له أجزاء بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك الأشياء بأجسامها وأرواحها ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله الصمد والصمد هو السيد المقصود إليه في الحوائج كلها فهذا المقصود إليه في الحوائج كلها إنما يكون مقصودا إليه في الحوائج كلها إذا كان عالما بكل تلك الحوائج وكان قادرا على كل تلك الحوائج الإنسان وأي مخلوق آخر بطبيعته هو عاجز إلا أن يفاض عليه القدرة نحن بطبيعتنا عاجزون عن كل شيء وإذا عندنا قدرة فإنما هذه القدرة هب من الله سبحانه وتعالى إلينا فلذلك نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبني هذه القدرة فلذا أقوم وأقعد وإذا واحد تصور أن قدرته ليست من الله سبحانه وتعالى وإنما من ذاته فقد أشرك أنا الآن أحرك يدي إذا واحد زعم أن تحريك ليد بقدرة مني هذا شرك لكن المؤمن يعتقد أن تحريكه ليده بقدرة وهبها الله سبحانه وتعالى له وكل شيء نحن نعمله فإنما هو بقدرة وبقوة من الله سبحانه وتعالى زين إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يعطي قدرة لإنسان ولا يعطي تلك القدرة لإنسان آخر هل يمكن هذا نعم نحن الآن نجد أن هناك إنسان مشلول لا يتمكن من تحريك يده وإنسان سليم يتمكن من تحريك يده وحتى الناس الذين لا عاهة في أجسامهم قدراتهم تختلف أحدهم يتمكن من رفعه الأثقال لمئات الكيلوات وشخص آخر لا يتمكن بذلك المقدار من أين جاءت هذه القدرة حبى من الله سبحانه وتعالى وقد يكون الله سبحانه وتعالى بين طريقا لزيادة هذه القدرة اعمل هكذا فأزيد من قدرتك فإذا واحد زعم أن هذا الذي يرفع الأثقال بقدرة منه فهذا مشرك وإذا وإذا نحن اعتقدنا بأن الله سبحانه وتعالى أعطى عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قدرة إحياء الأموات وقدرة إبراء الأكمة والأبرص وأعطاه علم الغيب بأن يعلم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم إذا نحن اعتقدنا أن عيسى يفعل هذه الأمور ونحن لا نتمكن من أن نحي مية أو أن نبرئ أكمها وأبرصا بلمسة يد إذا اعتقدنا بأن عيسى يفعل هذه الأمور بإذن الله بقدرة من الله سبحانه وتعالى فهذا عين التوحيد وإذا اعتقد أحد بأن عيسى فعله لقدرة ذاتية فيه فهو عين الشرك الفرق بيننا وبين النصارى أو طائفة من النصارى من الفروق في هذا الأمر عيسى نحن نقول إنه عبد الله هم يقولون ابن الله نحن نقول إن قدرة عيسى هي هبة من الله صحيح عيسى أحيى الموتى نتفق معهم في ذلك صحيح أن عيسى فعل المعاجز نتفق معهم في ذلك ولكن نقول إن فعله لهذه المعاجز بقدرة من الله وهبها إياه وهم يقولون أو طائفة منهم يقولون إن عيسى لأنه كان ابن الله فهذه القدرة ذاتية منه فهذا مزيد في شركهم كما أشركوا بأن جعلوا عيسى ابنا لله كذلك أشركوا بأن جعلوا قدرة عيسى من نفسه وليست من الله سبحانه وتعالى فإذن الله سبحانه وتعالى صمد كل الناس وكل الخلق والموجودات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها عالم بكل شيء وكل قدرة لأي مخلوق وكل شيء لأي مخلوق وأي صفة لأي مخلوق فإنما هي موهبة من الله سبحانه وتعالى فليس الله جسما لأن الجسم يلازم الاحتياج والله صمد فليس جسم لذلك لا يرى لا يمكن إدراكه بالأبصار لذلك لا تحويه أرض ولا سماء لأن هذه أمكنة والوجود في المكان من صفات الأجسام والله ليس بالجسم لأنه صمد لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب لأن هذه صفات نقص والله سبحانه وتعالى صمد لا يحتاج إلى أي شيء الله سبحانه وتعالى له الإرادة التكوينية وله الإرادة التشريعية وإرادته التشريعية صدور الحكم ثم الجزاء بحيث يجازي المطيع ويعاقب العاصي وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن في شيء انفصل عنه حتى يكون مولودا ولا أنه ينفصل عنه شيء حتى يكون والدا لعدم حاجته إلى ذلك والاستحالة ذلك في حق الله سبحانه وتعالى فالنتيجة أن الله ليس له مثل من أي جهة من الجهات هذا خلاصة كلام الإمام عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه السورة المباركة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة